أعزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام العراق مخصصة لعلم كبير من أعلام العراق في القرن الثامن عشر نعتقد أنه رغم جسامة دوره وعظم ما أداه ما زال يستحق أن نتذكره وأن نبحث في جوانب سيرته ذلك هو الحاج أحسين باشا الجليلي والي الموصل في أواصط القرن الثامن عشر الحاج أحسين باشا بن إسماعيل باشا الجليلي تولى الموصل في ظرف صعب وتمكن من أن يثبت جدارته بحكمها وليس فقط في حكم الموصل وإنما في عدد من الولايات العثمانية التي كانت تشهد اضطرابات أحيانا وكان الرجل يكلف بحكمها فإذا بالأوضاع تستتم في تلك الأماكن التي ولأ فيها كان الرجل يتمتع بمواهب وقابليات حكم فريدة كما أنه تمتع بقدرة على استقطاب القوى ولا سيما الشعب الذي يولى عليه الحاج أحسين باشا الجليلي ولد في الموصل في مطلع ذلك القرن وتربى تربية حسنة لأنه هو ابن والي الموصل ومن أسرة يعني عريقة كانت تتولى التجارة بدأت تتولى التجارة لها تجارتها بين ديار بكر والموصل ثم نالت من الشهرة ومن الأهمية الاقتصادية ما مكنها أن تحظى بتقدير وإعجاب التجار لا سيما التجار ثم سائر طبقات الشعب فكان من أسرة لها حظة لدى الناس وكان أبوه إسماعيل باشا قد عرف أيضا بحسن خلقه وحتى بولايته يعني كان بعض الناس يعتقدون أن له كرامات فالحاج حسين باشا الجليلي تمتع بتنشئ جيدة وبأصول طيبة وبثقافة اكتسبها من من درس على أيديهم من علماء الموصل في ذلك العصر وبرزت قابلياته في أكثر من مناسبة في عام 1732 تعرضت الموصل إلى هجمة من قبل قوة عسكرية أرسلها نادر شاه وتمكن من رد هذه الحملة العسكرية وقتل معظم أفرادها ومنهم قائد الحملة وكان يسمى نرقز خان فأثبت بذلك جدارة عسكرية وضيف إلى جدارته في الحكم كما ذكرنا ولكن وتكررت ولاياته يعني يولى وثم يعزل بعد حين ثم يولى وهكذا كلما تستدعي الظروف حكما جيدا كان يكلف بحكم مدينته ولاية الموصل حينما غزى نادر شاه العراق لاسيما مدينة الموصل سنة 1156 هجرية يعني 1743 برزت قدراته كقائد فذ يعني أدى دورا مهما حقيقة واستطاع بقدراته وبالتفاف الشعب حوله أن يلحق الهزيمة النكراء بالقوات المهاجمة وأن يحافظ على مدينته سليمة في ظل ظروف بالغة الصعوبة حاصر نادر شاه الموصل نحو من 42 يوما شاقة واستعد الحاج حسين قاش الجليلي لمقاومة هذا الحصار قبل بدئه وحينما أرسل نادر شاه رسالة يهدد فيها الموصلين بأنه سيفعل كذا وكذا إذا لم تسلم المدينة له وتفتح له أبوابها الحاج حسين قاش الجليلي وصلته الرسالة واعتمد مبدأ المؤتمرات الشعبية يعني كان يدعو الجماهير في اجتماع حاشد ويعرض عليهم الرسالة ويقول هذا ما وصلنا ماذا تقولون هذا حتى يشرك الشعب في اتخاذ القرار هو بوسعه أن يتخذ القرار أما بالمقاومة أو بالاستسلام لكنه كان يعني يعمد إلى إشراك الشعب في اتخاذ هذا القرار حتى يكون كل مسؤولا عن نتائجه أكثر من مؤتمر شعبي اجتماع حاشد عقده في الموصل وكان يدعو له الناس من شاء أن يحضر يحضر ومن لم يشاء أن يحضر أيضا له حرية في أن لا يحضر وهذا معنى هذا أنه نوع من الاستفتاء على زعامته للموصل في ذلك الظرف أيضا وكانت الحشود تطالب بالصمود تؤيده في مسألة أن تصمد للمدينة وأن لا تستسلم فكان يحصل على موافقة ضمنية على مسألة الصمود وعدم التسليم بعد ذلك كان الرجل واقعيا يعني لم يصور الوضع على أن الصمود سيكون نزهة أو أنه سيكون عملا مضمون النتائج قال لهم هذا الوضع أسوارنا مهلهلة ومدافعنا قليلة وبارودنا قليل وخنادقنا قد ردمت ونحتاج إلى جهد كبير لكي نحصن المدينة أمام هذا الحصار فهل أنتم موافقون؟ قالوا نعم نوافق على أن نتلافى جوانب الضعف في مدينتنا فحصل على موافقة أخرى بأن الجميع سوف يعملون في تحصين مدينتهم وهكذا انطلق الجميع وهو يقودهم حتى في أعمال حفر الخنادق حتى في ترميم الأسوار كان هو في مقدمتهم وأولاده محمد أمين فاشا الجليلي ومراد باك وغيرهم كان هؤلاء يعاونونه في تحصين المدينة وفي اتخاذ إجراءات صمودها أظهر الحاج حسين باشا الجليلي أنه ليس مجرد وال يتولى مدينة وأنما أب حامي يحتضن مدينته فأحبه الناس حتى كانوا ينادونه أبونا ما كانوا ينادونه والين أو أفندينا كما كان يجري العرب كانوا ينادونه أبونا وبهذه المحبة منقطعة النظير استطاع أن يجعل مدينة الموصل نسيجا واحدا متلاحمة تعمل ليلا ونهارا في ظل ظروف صعبة للاستعداد للحصار القادم اتخذ إجراءات بالغة الحكمة أمر بحصد كل ما حول الموصل خاصة في منطقة الموصل سهيل نينوى وخزنه في المدينة حتى تصمد يعني لا تتعرض إلى ضائقة غذائية وفي الوقت نفسه لم يغلق أبواب مدينته أمام حشود أهل القرى القادمين من منطقة سهيل نينوى واستقبلتهم المدينة بكل ترحاب فيها علما بأن كلما تزايدت الحشود في داخل المدينة من أولئك الفلاحين بالطبع سيكون هذا عبئا على المدينة من الناحية الغذائية الغذاء ربما لن يكفي لكنه استقبلهم استقبال الأب الحاني تعالوا لنتشارك المصير الواحد فاحتشد في المدينة جموع من أبناء القرى يحتمون بأسوارها وبدأ الجميع يعملون في صيانة الأسوار في أثغرات ومهلهلة وغير ذلك وجمع أصناف الحرفيين كل صنف كلفه بمهمة كلف النجارين بعمل كذا الحدادين بصيانة المدافع الموجودة البنائين في صيانة الأسوار يعني كان يعرف كيف يقود هذه المدينة في ضد هذه الظروف واتخذ من قلعة باشطابية هذه القلعة الشماء التي تعود إلى العصر الأتابكي مقرا له كان المفروض أن يتخذ مقره في قلعة المدينة الداخلية اللي كانت تسمى إيش قلعة يعني القلعة الداخلية لكنه وجد في باشطابية يعني مقرا جيدا لأنه يمكن أن يشرف على ساحة المعركة خارج المدينة فاتخذها مقرا له وفكان هذا حقيقة يعني خير استعداد لما سينتظره كذلك حفر أو أمر بحفر الآبار العديدة في المدينة توقع أن المهاجبين سوف يقطعون المياه على المدينة كانت المدينة تشرب من شعبة من نهر دجلة فتوقع أنهم سيعني يؤذون السكان بإغلاق أو بمنع أولئك السكان من أن يشربوا من هذا النهر فحفر الآبار استعدادا والغريب أنه حفر آبارا حول المدينة يعني من خارجها أما الغاية منها فكان يتوقع أنهم سيلجأون إلى حفر أنفاق تتصل بسور المدينة ولملئها بالبارود بغية هدم المدينة إحداث انهيار في بعض الأزاء الضعيفة من هذا السور فكان حفر الآبار يمثل يعني الغاية منه تشتيت انفعال يعني الانفجار الحاصل والحيلولة دون إحداث مثل ذلك الانهيار أثبتت مدينة الموصل بقيادة الحاج حسين فاشا الجليلي يعني قدرة وكفاءة في مثل تلك الظروف الصعبة وحينما هاجم أو وصلت جيوش نادر شاخ وكان يقدر عددها بنحو ثلث مليون مقاتل يعني معهم أنواع من المدافع والهوانات ومدافع خفيفة كانت تسمى زنبركات وأنواع من الأسلحة حينما وصل هذا الجيش وحاصر المدينة كانت المدينة مستعدة تماما وكان الحاج حسين فاشا يعني يلور حول الأسوار يوميا إلى منتصف الليل يتفقد المقاتلين ويشجعهم بدأت المعركة أو أولى صفحات هذه المعركة بقصف المدينة من كل حد وصوب على أبراجها كانت هناك 12 برجا بنى نادر شافي أمام كل برج تب عالية أو تلة أو ربية لضرب ذلك البرج فلم تفلح هذه الصفحة في إحداث الخوف الرعب لإجبار السكان على الاستسلام فبدأ بالصفحة الثانية وهو أنه ركز مدفعيته على برج باشلابيا يعني على المقر الرسمي العسكري للحاج حسين قاش الجليلي وهيئة أركانه فلم يفلح وإنما نجح في إحداث هدم أو ثغرة في جزء من السور فإذا بالحاج حسين قاش الجليلي وهو الوالي يتقدم الصفوف وبيده طاسة فيها جص وحجارة ويبدأ بردم هذه الثغرة بنفسه فطبيعي الصنف البنائين الذي كان معدًا لمتي هكذا الظروف هم أيضًا انطلقوا يسدون هذه الثغرة فسدّة الثغرة والمدافع تشتغل على هذا المكان حقيقة كان مضادراً يعني وكان شجاعاً إلى الحل الذي كان يتقدم الصفوف في مثل هكذا أحوال وحينما فشلت نتيجة شجاعته الفردية ونتيجة تكاتف أهل الموصل حول قيادته بدأت الصفحة الثالثة وهي ما سمي بمعركة السلالم يعني جاء قوات المهاجمة جاءت بيقال بحدود ألف سلم ويعني في ساعة معينة يأتون ويضعونها على الأسوار والفكرة أنه يصعدون على هذه السلالم ويقاتلون ويقتلون الذين هم يحمون هذه الأسوار في أعلاها لكن هذه القطة فشلت مرة أخرى بسبب تفقد القيادة الموصلية لهذه الأسوار وتشجيعها المستمر لحماتها من الجنود الذين كانوا يتخذون مواقعهم في أعلاها القصد من هذا ليس هو الحديث عن وقاع الحصار بالدرجة الأساس إنما هو الإشارة إلى القابليات العسكرية الفذة التي أبداها هذا القائد الحاج حسين باشا الجليلي ونجح بالفعل في حماية مدينته وحماية سكانها مما كان يمكن أن يحدث لو أن شيئا من الضعف أو من الانهيار قد بدأ أما في نفوس السكان أو في مناعة ما كان يحصنها من وسائل أسوار وتحصينات وغيرها بعد ذلك قام بمجرد أن انتهى الحصار وانسحبت قوات نادر شاه قام الحاج حسين باشا الجليلي بحملة تعمير لما تهدم من المدينة من بيوت ومن منشآت ومن مساجد وحتى من كناس كل تلك المنشآت أصابها من القذائف ما أصاب فقام بحملة تعمير وكأنه قائد المعاصر يفكر في هذه الجوانب قام بحملة تعمير وكان ينفق على هذا التعمير من خزانة الولاية يعني لم يكن يكلف الناس بمشقة الإنفاق على هذا التعمير كان هو الذي يتكلف بذلك وهو الذي ينفق على حملات التعمير هذا يعني مثلا من أعماله العمرانية التي ينبغي أن نشير إليها هنا أنه أعاد تعمير جامع النوري الكبير في مدينة الموصل الجامع الذي نأسف لما أصابه في الآوينة الأخيرة من هدم وتخريب هو قام بتعميره بمجرد أن انتهت صفحات المعارك الحصار وجدد وأضاف إلى جامع النبي جرجيس أحد أهم الجوامع القديمة في الموصل وقام بأعمال كبيرة أخرى منها أنه بدأ بإنشاء جامع كبير في محلة السرشخانة وحينما توفي دفن في هذا الجامع ودفن إلى جانبه وهو جامع الباشا يسمى جامع الباشا نسبة إليه كان الحاج حسين باشا إذن بناءا معمرا وحكيما وقائدا من الطراز الأول يندر أن تجد مدينة في مثل هذه الظروف قيادة على هذا المستوى من الحكمة ومن الشجاعة تولى الحاج حسين باشا الجليلي ولايات أخرى زادت ثقة الدولة بكفاءته كلما اضطربت الأمور في منطقة في ولاية تجد الحاج حسين باشا الجليلي يكلف بإدارتها مناطق كثيرة ولايات كثيرة تولاها تولى حلب ولاية حلب قارص في شرق الأناظول كتاهية في غرب الأناظول مناطق كثيرة تولى البصرة في جنوب العراق تولى ولايات كثيرة وكان موفقا في إدارة كل ولاية كلما تولاها بحكمته ودبلوماسيته وقدرته على معالجة الأمور على أي حال بعد حياة لم تكن طويلة و 51 سنة توفي قضاها كلها في الإدارة وفي الحروب وفي توطيد الأمن والاستقرار توفر حاج حسين باشا الجليلي في مدينته التي طالما أحبها وطالما قاد سفينتها في ظل أصعب الظروف ودفن في الجامع الذي كان قد بدأ بإنشائه وكانت وفاته سببا لحزن أهل المنصلي وأطرافها والولايات الأخرى على فقدانه ويمثل الحاج حسين باشا حقيقة النموذج الأمثل للقيادة الحكيمة الواعية في ذلك العصر وإلى حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة